خير وبيتجدد المعاد يوم التلات حلقة جديدة من المانيفستو اتشرف ابقى معاكم انا احمد الطهري وزميلي من الهندسة الازعية مهندس راني مطاوع حلقة النهاردة عملنها على موسم الدراما في رمضان دراما المتحدة وضفنا مش بس مجرد صحفي مرموق ورئيس تحرير جريدة مهمة جدا في مصر وهي جريت الوطن ولكنه من اهم صحفيين الفن في مصر واللي ليه طابع خاص يعني تقرأ سطوره وتعرف مين هو حتى لو ما كنتش قريت الاسم قبل ما تقرأ المقال بتاعه زميلنا اللي منورنا في الراديو تسعين تسعين الاستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن منور الراديو تسعين تسعين سعيد يا احمد جدا ويعني فخور ان انا قاد معاك انت ابن جيلي ويعني صاحب مدرسة صحفاء مختلفة الله يحفظك ويعني شرفت ان انا موجود معاك المهار ده وان احنا اصدقاء اساسي الشرف لينا طيب استاذ مصطفى اكيد كونت زي رؤية عامة عن شكل الموسم الدرامي السنة دي بعد ما بدأت خريطة المسلسلات تتعرف وتتنشر رؤيتك العامة الاول اعتقد يعني ان رمضان عشرين اربعة وعشرين هيبقى رمضان الافضل انتاجيا في الخمس سنوات اللي فاتت شركة المتحدة دخلت السوق الفين وتمنتاشر تقريبا بمحاولة لاعادة ضبط المحتوى الدرامي في الشاشات المصرية قدرت خلال الكامل السنوات ان هي تنهي على ظاهرة العشوائيات من المسلسلات الابطال السلبيين المحتوى الدرامي الفاسد خلينا اقول كده محتوى الدرامي فاسد كان يظهر مصر وكأنها تعيش حالة فوضى كبيرة جدا 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 والاكسر دران كان ده بيتم تصديره لكل القنوات العربية مع دخولي الشركة المتحدة الوضع ابتدى يعني ينضبط قليلا فقليلا لحد ما وصلنا مع بعض العشرين اربعة وعشرين فتقدر تعرف كم المجهود المبزول لما تبص على اسامي المسلسلات والابطال والقصص اللي تم افتيرها لتقدمها وكبان في عدد كبير من شركات الانتاج بشركة صحيح احنا بنتكلم ناس اللي بدايما بتقوم حالي اربعتاشر شركة اربعتاشر شركة وده كان دايما بعض يعني المتربصين بالشركة وبالاعلام المصري الاحتكار الاحتكار المحتحدة تحتكر صناعة الفن المتحدة بتشكلت شركة انتاج عشين اربعة وعشرين فيه اربعتاشر شركة انتاج مصرية تقدم اعمالها للجمهور المصري والعربي من كلا للشركة المتحدة طب ندخل بقى على خريطة رمضان صحيح بالتفصيل بس خليها نسمع عمر دي بالاول وارجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي راديو تسعين تسعين وبنتكلم في المانيفستو عن دراما المتحدة وضفنا لكريم الاستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن لو حكينا نبتدي منين الحكاية خلينا نبتدي الحكاية من يعني العمل الاضخم عربيا الحششين الحششين طبعا المنتج تامير مورسي سنيرجي وكاتب بحجم وقيمة عبدالرحيم كميل مخرج حريف زي ما بيقولوا بطرميمي ونجم هو الفة جيلو كريم عبدالعزيز يراهنون هذا العام على عمل تاريخي اعتقد لم يقود تعمل مرة واحدة في الزمن العمل صحيح يعني لم يسبق انتاجه في اي محطة عربية او شركة انتاج تنتج عمل بهذه الضخامة الانتاجية موضوع شائك جدا موضوع شائك ويبايل الناس يعني ايه اه تنظيمات ارهابية ايه هي النواة الاولى اللي اه اه تم عليها بناء اه كل تنظيمات الطيرات الدينية السياسية في اه الدولة العربية وهو يعني جماعة زي ما بيقوله جماعة الحششين ومؤسسة حسن الصباح الكريم عبدالعزيز بيقدم دوره ومغامرة من كريم انه يبقى بطل تلاتين حلقة في مسلسل يقدم فيه دور رجل يعني اه اللي هو احنا متعودين على كريم اللي دايما محبوب صحيح بس هنحبه برضو اعتقدت كريم رهان صعب ليه السنة دي وده المسلسل اللي هيفوز يعني التوقع اللي هو يبقى الحصان الرابح في سباقة ده الحصان الرابح كده انت ابتديت معنا البورصة بدري بدري صحيح من الحششين نروح لأيه نروح لعمل تاريخي اخر وعودة ليه يعني مسلسلات الف ليلة وليلة وجودر اللي هو يعني احدى القصص الاستورية في الف ليلة وليلة ونجم ياسر جلال ياسر جلال وطبعا مغامرة من ياسر انه هو بعد ما تقلق في دور الاختيار منزو عامين ثم هرب العامل الماضي لدور اجتماعي هو بقى نجم في معادلة رمضان بقى السنين دلوقتي طبعا 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 ولكن بعد دور الاختيار يعني الملحمة التمثيلية لانبيها وبعد كده كرر انه هو يهرب لدور اجتماعي لايت السنة اللي فاتت يعمل دور اه اصارة شوية فبيقدم اسطورة من اساطير الف ليلة وليلة وحلو اني ولادنا يطلعوا زي ما احنا طلعنا الجيل بتاعنا على حكاية الف ليلة وليلة بس هم يبقوا محظوظين اكتر علشان الجرافيك والابهار البصري انا كان عندنا ماندو شندو وهندو الحاجات اللي انت عارف هايزيز احمد عبدالعزيز ربنا دي له الصحة حاج فاهم عبدالحمير اه فيه اه فيه اه فيه عماد رشاد حليمة وكاويمة وفاطيمة وهي دي اللي صنعت خيالنا وهي دي اللي شكلت يعني معرفتنا بكصص الخيال وعرفني يعني الف ليلة وليلة مهم ان ولادنا والولاد السجرين يعرفوا ان في كتاب اسمه الف ليلة وليلة طبعا فخالد اه ياسر جلال هيب ارهام برضو ونجاح اسلام كايري معاه يعني مخرج مميز خلينا نروح لما ينتظره الجميع وهو الكبير اوي احمد ميكي ايوه فى رمضان عشرين اربعة وعشرين والجزء الثامن من اه اسطورة الكبير اوي رهان احمد صعب السندي قدامه فى الدراما الكوميدية اه اكرم حسني وقدامه نيلك وقدامه نيلك فراولة فالمنافسة مسهلة مين من التلاتة اللي هيفوز بس يعني احنا بنتكلم فى خطة موضوعة ان يبقى عندك دراما شعبية دراما تاريخية دراما كوميدية دراما اجتماعية وتحس ان فيه ميزان دهب ساعتاشر مسلسل تم تنوحهم علشان كل الجمهور وهنا الشركة برضو يعني برضو لازم نلفت نظر حاجة هي ما عملتش حساب المواطن المصر بس هي عارفة ان هي بتصدر دراما لكل الوطن العربي صحيح فالرسالة بتاعتها ايه انا بنتكلم فى تلتمية وخمسين مليون سكان الوطن العربي فانت لازم تعمل دراما تلتمية وخمسين مليون مستنيين دراما بتاعت مصر فانت لازم كل واحد يلاقي المحتوى اللي هو مستنيين فالجمهور العربي عايز تاريخ هيلاقي عايز الدم الخفيف المصري هيلاقي عايز الاضاة الاجتماعية المصرية زي الدكتور يحال فقراني طبعا ده واحد نجميته من المحيط للخليج وعودته فى موسم رمضان فساهم وبهجة هو من علامات يعني الشعر الكريم فده نقطة لازم نتوقف امامها الكبير رهانوس سندي هيبقى صعب هل مكي هيواصل النجاح هل هيكون الجزء التام من ده الجزء الاخير من الكبير قوي ويريح شوية بعملين مختلفين ويرجع يقدموا السنوات اللي فاتت كان نجاح طالي جدا جدا ولكن كلينة والتجربة اسبتت ان هو لما بيبعد عن الكبير الناس فيها عايزة صحيح 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 فكلينة برضك احمد الجندي تأليف واخراج لأول مرة لاتنين مع بعض احمد الجندي مخرج كومدي عظيم عندنا امير كرارة واريهان على الدراما الشعبية رمضان مش جايب فعندنا تلاتة بيقدموا دراما شعبية السندي او اربعة لما اعتقد عندنا بيت الرفاعي تلاتين حلقة امير كرارة عندنا احمد العودي كمان بيعمل دراما شعبية عندنا حسن الرداد في محارب عامل دراما شعبية العودي ما شاء الله سهم وطالع يعني صحيح فانت الناس لو ما فيش محمد رمضان بعد النجاح المدوي السنة اللي فاتت في مسلسلة واريكان عندنا اربع نجوم شباك زي ما بيقولوا مصطفى شعبان عامل دراما شعبية المعلم فانت عندك اربعة للجالبية العظمى يعني من الجمهور المصري اللي بيهوى الصراعات في المسلسلات فاعتقد برضو هيحققوا نجاح كبير ومنافسة جديدة بين الاربع اسماء امير وحسن الرداد والعودي ومصطفى شعبان منها يفوز ويبقى هو ملك الترسف الله يناه وعليك ازا. تبتفهم في الفرنك تربيني احمد. كلينا نسيب دوت وتوقف شوية امام فكرة ان دراما المتحدة السندي عندها نصين ادبين متحولين لمسلسلات. امم. ودي ظاهرة تؤكد الناس بتختار بتفهم لجنة المحتوى. ادب احسان عبدالقدوس. امبراطورية مية. والستاذ ابراهيم عبدالمجيد في عتبات البهجة. عتبات البهجة. اللي كاتب السيناريو بتاعها الدكتور ماتحة العدل. وعودة لواحد من اهم مخرجين الدراما في مصر. الاساس مجدى ابو عميرة. الله. اللي هو بيسموه في اللوكيشن ملك الدراما. بيقولوله يا ملك. امم. فان انت عندك التركيبة دي ابراهيم عبدالمجيد. دكتور ماتحة العدل. اه يحيى الفكراني. مجدى ابو عميرة. نحية التانية نص الاستاذ احسان عبدالقدوس يعني. طبعا. وده هو يشتغله كمان على النص الاصلي بتاع الرواية. صحيح. واستاذ كالد النبوي بعد اه مجهود غير عادي في الامام الشفعي. فيكرر يقدم رواية تقدمت قبل كده. ومش عايزين ننسى يا محمد سلمان عبدالمجيد. صحيح طبعا. لانه هو بقاله دلوقتي فترة فيه سبات آآ نصوصه. وعمل نصين السنة دي فراول له محمد سلمان عبدالمالك. وهو في حاجة بقى لستوز محمد سلمان عبدالمالك. دكتور محمد ده دكتور جميل كمان. اه. دكتور صيدان. يعني هو لما كتب السنة اللي فاتت عن قصة لقسة لقسامة انار عوكاشة لبس عباية انار عوكاشة. طبعا. طبعا. يعني تشعر ان قسامة انار عوكاشة هو اللي كتب النص. صحيح. تفتكر بقى في امبراطورية ميم هنحس بقى باحسان عبدالقدوس برضو. صحيح. هو ده برضو ده هيبقى هيبقى قصة. بمناسب امبراطورية ميمة كنتم باتناقش مع الصديق تام المرتضى المنتج. طبعا. نفسي في حاجة. قلت له احتفظوا بالمزيكة بتاعة الفيلم. طبعا. نفسي يعني. طبعا. مش عارف هتتتعامل ولا لا. المزيكة نفسها بتاعة الفيلم. اعتقد لو حتى محتفظوش هاكنوا نفس الروح بتاعتها وكمله عليها. تامر فنان كبير. تامر كبير. ومعها مصطفى العوضي كمان يعني. المشرف عالدراما عنده فنان. فنانين. فنانين. وخالد استاذ خالد النبوي هو استاذ الجيل. خلينا نقول له هو ادم ممثل موجود دلوقتي في رمضان هو وياسر جلال يعني هو كمان سابق ياسر جلال فهو الاستاذ بتاع الجيل دهوت. اللي بيقدم الدراما السنة دي. رهاناته دايما صعبة جدا. بيحط نفسه في تحديات كبيرة جدا جدا جدا. وفي كل مرة بيكسب الراهان لما قدم زي ما قلت. آآ مسلسله عن عن رواية لقصة لأستاذ اسامان عارو كاشة نجح جدا في الاجتماع اللايت بعد منها دور مبهر في الامام الشافعي. وقبلهم آآ الرواية بتاعت آآ ممالك. واحة الغروب. واحة الغروب. وآآ وممالك النار صحيح لأ. خالد شخصية يعني اعتقد شخصية ممثل بتظهر كل خمسين سنوات. انا شفته مسرح في امريكا. اه. في السادات. في السادات. طبعا. طب ممثل جير عادي. مسكون بالفن. يعني هو مسكون بالفن. وبعدين اه اكتشفت ساعاتها لما اتفرجت عليه. ان كل اللي عملوا دور السادات كانوا بيقلدوا الله يا رحمة احمد زاكي ما بيقلدوش السادات. صحيح. يعني خلت النبي كان بيقلد السادات. صحيح. وارجعنا لكم على الهوى المصري مستمعنا. مستمعنا راديو تسعين تسعين ومكمل معاكم. ميه المانيفستو مكملين حوار دراما رمضان مع الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن. مصطفى ماذا عن البطولة النسائية? اه الشركة المتحدة السانية دي يعني تضع كعادتها كل عام البطولة النسائية يعني في موضع اهتمام خاص لان طبعا دور المرأة مهمة جدا في المجتمع المصري وهي في الحقيقة هي البطل الحقيقي اللي بتصدر يعني المشهد في جالب في جالب الاوقات. خلينا نتوقف او يعني امام اول اسم هو عودة الفنانة الكبيرة جادة عبدالرازق بصيد العقارب. ومسلسل يحمل اه اه يعني مغامرة جديدة لجادة عبدالرازق. والجريب لما المستمعين يعرفوا ان منتجة مسلسل جادة عبدالرازق هي الفنانة ريهام حجاج. اللي اه اللي بتقدم مسلسل هي الاخرى. دي بطش اعرف. اه ويعني شركة الانتاج الخاصة بها هي اللي بتتبنى انتاج مسلسل اه جادة عبدالرازق صيد العقارب اه مغامرة ان جادة تراهن عليها للعودة مرة اخرى كواحدة من اساطير الدراما المصرية والعربية جادة عبدالرازق نجاح كبير جدا 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 ممثلة من وزن تقيل بتعرف تقدم كل الادوار بتراهن السنادي على نوع الدراما اللي بتحب تقدمها هي الجمود والاصارة والقصص المعقدة اللي المشاهد يحب يتباحها لشان يعرف حل اللوجز في نهاية الحلقة كنا بنتكلم عن اه نيلي كريم وهروب من الادوار التقيلة اللي نيلي بتقدمها وبتقدم السنادي فراولة مع محمد سلمان عبدالمالك كمؤلف ويعني مغامرة جديدة من اللي بعد ما شفناها في اه ادوار اه مركبة وادوار حزينة هربت مع كاملة ابو ذكري من كام سنة للمساحة اللايت وبترجع لها السنادي في يعني فراولة واعتقد ان هي هتبقى يعني فكهة الدراما الرمضانية خلينا نتوقف كمان امام اسم ريهم حجاج واللي بتقدم لاول مرة عمل باسم صدفة دراما اجتماعية فيها لايت كوميدي وعكس اللي معروفة عن ريهم وقتراطها للمسلسلات هي ده من بتحب تروح للنوعية اللي بتقدمها جادة عبدالرازي الجريمة والساسبنس والمطردات فالسنادي بتقدم قصة جريبة معايا سامح عبدالعزيز وسامح يعني عرف يزبط بصلته على بصلة ريهم حجاج ويقدموا سلاس اعمال متتالية كلهم كانوا انجح من بعض ولكن صدفة هتبقى رهان مختلف لريهم حجاج هينجح اختيارها هيحقق ما حققوا اعمالها السابقة الاجابة هتكون عند المشاهدين في مفاجأة كمان دينا الشربيني هتظهر من كلال دراما المتحدة في طبعا كامل العدب بلاس واحد وده مسلسل يعني اه تم تقديمه السنة اللي فاتت وجزء البلاس واحد زي ما بيقولوا مسامينه هيكون على شاشات المتحدة حق نجح كبير جدا 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 دينا زكاة في اختياراتها بتعرف تختار اللي هي عايزة تقدمه وعندنا كمان يعني الاستاذة روجينا سر الهي واول اه يعني اول خروج ليها بعيدا عن ما تقدمه في الاعمال السابقة مقدمة دور نفس الدراما الاصارة والتشويق والبرومو بتاعه كان شايق جدا وقدر يجذب العديد من التعليقات الايجابية عليه بعد طرحه في شاشات الشركة المتحدة الموسم يعني جني باكتر من نجمة واكتر من سيدة حتى المسلسلات اللي يتصدى لها الرجال في البطولة معاهم ممثلات من اوزان يعني تقيلة فنيا ونتوقف كمان امام منصة اللي بتقدم اه حاصر عليها طبعا وش ووتشت قصة نجاح لوحدة عليها؟ كبيرة طبعا كل التحية لدكتورة ناشواجاد سيدة ناشواجاد يعني المسؤولة عن منصة لانها قدرت في اه فترة زمنية قليلة انها تحط المنصة على المكان اللي يليق بالشركة المتحدة ويليق بالدراما المصرية وقدمت العديد من الاعمال اللي حاجة النجاح كبير جدا خلينا عشان بنتكلم على ووتشت عندهم مسلسلين لحظة جضب يعني وهو مسلسل رهان وآآآ يستحق رهان عليه من من المنصة وكمان في مصار اجباري واعتقد ان ده هيكون المسلسل المفضل لفئة الشباب بطولة احمد داشو واعتقد كمان زي ما بقولك يا طهري ان المسلسل ده حق نجاح كبير جدا 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 ما بين فئة الشباب لان ابطاله بينتموا لفئة الشباب واللي هم بيتفرجوا على المسلسلات لاما على تطبيقات الهواتف الزكية او على تلفوناتهم المحمولة لعدم ارتباطهم بشكل كبير جدا بالتلفزيون وكلنا اتوقف معك كمان عن يعني دور مهم جدا بتقدمه الشركة المتحدة وهو مسلسل مليحة اول مسلسل طبعا ان الشركة المتحدة يعني تفكر في ان تقدم عمل درامي يتناول احداث القضية الفلسطينية ويفهم الناس تاريخ الصراع يفهم المواطن المصري والعربي ماذا يحدث داخل قطاع جزة في قصة رشيقة جدا يتولى اخراجها المخرج الكبير الاستاذ عمر عرفة ده يعني اضافة كبيرة جدا 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 للفن المصري ان احنا سواء سواء على المستوى الدبلوماسي سواء على مستوى المساعدات الانسانية سواء على مستوى التوسيق للتاريخ نفسه صحيح التوسيق مصر لم يعني تبكل بزر الجهد من اجل دعم القضية الفلسطينية وفي ابسط صورها ان هي تتولى انتاج مسلسل يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني يعبر عن الواقع المؤلم للشعب الفلسطيني طبعا محمد دياب المطرب والممثل السنوات اللي فاتت كان واحد من اهم النجوم الدراما المصرية والعربية بيتصدل بطولة المسلسل ومعاه قبل منه اسم كبير زي الفنان الكبيرة ميرفت امين اعتقد هيعمل حالة يعني مش في مصر ولكن في الوطن العربي ونتمنى التوفيق تنوع الاجيال كمان من سردك واضح صحيح صحيح واعتقد يعني الشركة المتحدة زي ما قلت 19 مسلسل مقصمين ما بين دراما اجتماعية دراما تاريخية دراما لايت كوميدي دراما فانتازيا احنا دراما شباب دراما للمنصات علشان الناس اللي بتحب تفرج على منصة واتشت اعتقد ان ما فيش حد من الجمهور المصري والعربي تاني انا بكلمش ان احنا بنقدم دراما لجمهور المصري فقط ولكن ده دور مصري منذ 64 عام هي من علمت المنطقة العربية معنى كلمة دراما وفن فهي بتواصل الريادة وبتواصل النجاح وبتواصل السيطرة في مجال الفن والثقافة والترفيه والمعرفة بموسم قوي جدا في رمضان عشرين واربعة وعشرين عشان تظل مصر هي عاصمة الكبر زي ما احمر الطهر في القاهرة اللي بيقول هي عاصمة الفن هي عاصمة الثقافة هي عاصمة الفنون هي عاصمة الاخلاق هي عاصمة الاسلام الوسطي هي عاصمة لكل ما يعلم الانسانية يعني من حضارة وتحضر وتمنتل نسمع محي ونرجع يلا بيجينا هتتواصلوا معنا ازاي واحد تسانين تسع الاسم ايس او صفحتنا على فيسبوك راديو تسانين تسانين وارجعنا لكم على الهوى المصري مستمعين مستمعين راديو تسانين تسانين وخلاص حلقتنا يعني بتلم ورقها لكن ضفنا الكريم قبل يعني ما يودعنا هيقول لنا اخبار دراما الطفل بقى ومسلسلات الموجهة للاطفال ايه في رمضان ايه او ادعك ايه يا طهر ده انت راديو تسعين واحد لسه كنا لسه بيكمل تعليم يعني افتيار ولا اروح للبليلس بتاعته الحلقة تسعين ايه دك انت ومهند الصوت العزيز تسعين نقول كمال ان المتحد السندي للعام التاني او التلاتة على التوالي بتهتم بفكر تقديم عمل درامي موجه لاطفالنا لان المنطقة دي جايبة جدا عن مصر بقالها كتير ودايما انتاج الاطفال ببقى مكلف ومعندوش عوائد اعلانية وكتير كتبنا في اهمية درامة والسوق معذور لان المنتجين في الاخر مش هيلاقوا عليها اقبال لان بتبقى يعني تكلفاتها جالية جدا السندي في استمرار ليحيا وكنوز السنة التالتة تقريبا على التوالي وابتدت الاطفال في مصر ارتبطوا بيه زي ما كانوا مرتبطين ببقار وببقلز وبكل المسلسلات المصرية القديمة. الولادي بيستنيين الجزء التالت واكيد زميلهم في المدارس فودي حاجة ايجابية. فيه مسلسل نور كمان اه سمح ابو بكر عزة. ده مبادرة حلوة. فاعطاق الدول عملين كواسين نتمنى يبقى فيه اكتر من عمل وزي ما رجعنا الف ليلة يعني بناشد المسؤولين على الشركة المتحدة ان احنا ممكن نعمل فوزير عم فؤاد تاني وفوزير جده عبده. باللغة العصر بقى. باللغة العصر بالتقنيات اللي موجودة علشان نقدر نربط الجيل بالمحتوى اللي مصر بتقدمه دراميا وسقافيا. سيز مصطفى نورتني. وشرفتني كل سنة وانت طيب. منور باهله وباصحابه وانا تشرفت ان انا موجود معك طهر انا بحزك جدا وبحبك. الله يعفو. وفخور بكل ما تقدمه سواء في روزا اليوسف او في القيارة الاجبارية او حتى في الرجل. ربنا يحفظك يعني وان شاء الله ان شاء الله يعني نهائي كاس مصر. ايوه. مش هنختلف فيه يا مصطفى. ماشي. ماشي يا طهر ان شاء الله. حالاتنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.